طبعا يوم عظيم ودايما بنأكد ان شهداء مصر دايما فوق راسنا وسواء كان امهات شهداء مصر او زوجات شهداء مصر دايما بنأكد ان هما هيكونوا حاضرين بفعلهم واحنا بفضلهم موجودين وعايشين ومصر امنة مستقرة ان شاء الله اسمحولي ابدأ مع السيدة اخلاص سيدة اخلاص والدة الشهيد الرائد احمد عواد احكينا القصة يعني تحققت اماله انه هو ينول الشهادة احكينا قصة الحمد لله هو كان من صغره من تسع سنوات وهو في تلتة ابتدائي كان بيقول انا المهندس الزابط احمد محمد عواد كاتب على هو في الامتحان على اللوحة اللي بيسند عليها دي تستنده ساعتها كان تلتة ابتدائي دي شهادة لانها كاتب عليها المهندس الزابط احمد محمد عواد فهو ساب السنادة دي عند اختي هي جنب المدرسة بتاعت وقلت له يا احمد بتعالي عن دخلتك انا موجودة هناك فجالي فانسيها ومشي فصابع بقى فقالت له يا احمد انا عينها لك لحد ما شوف انت هتب بايه كاتب الدكتور الزابط احمد محمد عواد المهندس الزابط احمد محمد عواد ويطلع انا هشوف انت هتب بايه في دول فلما خلص بقى ودخل خلص سنوية وجي يقدم كلية عسكرية بقى واملوا ان يخش حربية اخو ساعتها كان في الحربية فقال انا عايزة خش الحربية عايزة بقى ظابط املوا ان يبقى ظابط فدخل قدم سنة 2013 اتناشر فما قابلهوش فتانه زعلان جدا ما بيكلمش حد كأنه بيعاكب نفسه وبيعاكب اللي حواليه لانه ما دخلش الكلية اللي هو عايزها يا ماما يا حبيبي ده امر ربنا طب خلص البتاعتك وخش اكاديمي قال لا انا عايزة بقى فرد من افراد الكوات المسلحة ما خشش اكاديمي ابد عايزة بقى فرد من افراد الكوات المسلحة وقأشيل السلاح طب قلت له طيب قدم السنة التالية كان بيسعتون عمرو للشهادة ة سبحان الله نعم كان بيسعتون عمرو للشهادة اه 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 ده كانت أملوا وكان بيسع عليها بكل ما يعملك بطريقة بإصرار عجيب مش عارفة الواحد ما كانش مصدق كده أبدا والآخر قلت له يحمد قدم في السنة التانية في السنة التانية قدم فقلت له يحمد قبل النتيجة مدبان بتاع الكليات العسكرية قلت له يحمد انت هتخش أنا شفت رؤية قلت له يحمد انت هتخش ان شاء الله هتقبل بس في عقبة قدامك كده وهتتخطاها ان شاء الله وهتخش وفي آخر الحلم أنا بنادي عليه هو اللي معي في الحلم بس في الآخر كأنه مش قدامي وبنادي عليه وبقول يا أحمد أنت شفت رؤية تحققت بعدها بحوالي تسع سنين هو استشهد في 2020 نصها خلاص ونصها التانية أنا بقيت إيه طبعا لم تدريكي وقت الرؤية دي أنه ده مع ناس تشهاده أنا بقيت خايفة حد من ولادي حد من ولادي ما أخوه زابط برضه هيك عندك أربع أبناء والشهيد أحمد ده كان آخر العنوة فقلت بقى أنا بقيت خايفة بيني وبين نفسي وما قلتش لحد على نص الحلم التانية فقلت له يا أحمد أنت هتخش قدامك عكبة فلما جم يختاروه للكليات العسكرية خدوه جوية هو عايز يشيل السلاح برضه مصمم لا أنا عايز أخش حربية كل ما يروح وينجح راجع ناجح من الاختبارات عملت إيه يا أحمد زعلان يا ابني يعني إيه يقول يعني نجحت يروح ويجي ناجح عملت إيه يا أحمد زعلان برضه يعني نجحت خلاص آخر اختبار بقى اللي هو بيبقى الضغط تقريبا آخر اختبار خالص خالص فجاه عملت إيه يا أحمد قال الحمد لله يعني إيه قال يعني سقت فخرج بقى دخل التحق بقى إيه خدوه كلية العسكرية التكنولوجية فدخل رح كاتب إيه مستني دوري مستني دوره مستني دوري في الشهادة آه آه على الفيس على الفيس بخط كبير جميل قوي أنا شفتها بعد استشهاده أنا قمت الصبح حتى صرته بقم بقى أشوفه قطولي حطولي صرته قدامي أنت ببص بفتح الموبايل لقيتها بإنهارت جيد؟ Then I'm gonna đeel